وراء في تتبع الإلكتروني وطائرات استطلاع وأدوات مراقبة أخرى نفذ من خلالها الجيش الأمريكي غارة جوية في محيط مطار بغداد قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومعه بعض قادة الميليشيات ومن أبرزهم نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس أشلاء سليماني المتناثرة شكلت فرحة عارمة في دول كثيرة طلتها مخططاته قتلا وتهجيرا وكان لساحة التحرير وثوار تشرين نصيبهم من الفرح ساعة أربع ونص احتفالات بمقتل سليماني هذا حبت الشهاداء اللي راحت وضم الشهاداء والضحايا والشهاداء العراقي كما كان لهم نصيب من القتل والخطف فقد قاد سليماني حملة شرسة لقمع ثورة تشرين وإخمادها لحماية أذرع طهران في العراق هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن فرح الأمة بمقتل سليماني ينبغي أن لا يذهب باتجاه أمريكا ورئيسها فهما شريكان أساسيان في الجرائم بحق الأبرياء ودعت العراقيين أن لا يسمحوا بأن يكون العراق ساحة للصراع وأن لا يكون أدوات له مؤكدة أن خلاص العراق يكون بدعم ثورة شبابه حتى يتحرر العراق من الاحتلالين اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت إن اغتيال سليماني والمهندس لن يبيض صفحة واشنطن السوداء التي لو لها ما تسلط هؤلاء على رقاب العراقيين وأن العملية الأمريكية تأتي في سياق الصراع بين أمريكا وإيران وعلى العراقيين النأي بالنفس عن الصراع الأمريكي الإيراني والتركيز على أهداف الثورة وفي تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني كان مسؤولا عن قتل مئات الأبرياء في العالم وأن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق كانت بتوجيهات من سليماني مشددا على أن استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن وخلال اللقاء مع شبكة CNN الإخبارية أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن خطر عدم التحرك ضد إيران كان هائلا وأن الضربة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني كانت قانونية كما أشار بومبيو إلى أن الرئيس دونالد ترامب أكد استعداد بلاده لجميع التهديدات الإيرانية المحتملة وفي أول رد فعل إيراني على الحادثة ترأس المرشد الإيراني علي خامنئي أول اجتماع لمجلس الأمن القومي له منذ سنوات وكان الخامنئي الذي عين العميد إسماعيل قآني قائدا لفيلق القدس خلفا لسليماني قد توعد بانتقام مؤلم على خلفية مقتل الأخير أما الحكومة في بغداد فقد كان ردها على لسان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي قال إن اغتيال سليماني يعد عدوانا على العراق وخرقا سافرا للسيادة على حد وصفه لكن عبد المهدي نسي أو تناسى التدخلات الإيرانية التي كان عرابها في العراق قاسم سليماني والذي قد يكون مقتله شرارة حرب جديدة تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ترجمة نانسي قنقر